بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى من أفضل الصفات وأطيبها وأجلها الشكر شكر النعمة بل المداومة على الشكر الشكر الذي نحن فيه يحتاج إلى شكر الشكر من مكارم الأخلاق العرفان بكل جميل قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فالشكر هو باب الزيادة والبركة في النعم وفي العطاءات وفي رضى الملك سبحانه وتعالى وكلما شكر الإنسان كلما زادت النعمة من حوله دون ما يدري الشكر يحتاج إلى فهم وعمق ويحتاج إلى إدراك بكثرة النعم التي تحوط الإنسان من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن يساره وفي ماله وفي عياله وفي صحته وفي جسده ومن هنا مدح المولى تبارك وتعالى نبيه الخليل في سورة النحل فقال إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وفي سورة الإسراء تحدث عن نبي الله نوح فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن كثرة صلاته وقيامه وعبادته مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا كانت الإجابة أفلا أكون عبدا شكورا الشكر أنواع على رأس هذه الأنواع شكر الله وشكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه والحمد والشكر صنوان لا يفترقان فمن حمد الله تعالى وأثنى عليه استطاع أن يشكر وفهم أن الشكر باب الزيادة ومنها أيضا شكر الوالدين قال تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير ومنها شكر الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس وأكثر الناس شكرا لله أكثرهم شكرا للناس كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومنها شكر المعلم وفاء وحبا وإكراما وإجلالا لفعله ومن الوفاء معه أن ندعو له بعد وفاته وأن لا ننسى أن ندعو في سجودنا لآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا وكل من كان له فضل علينا وقد تعلمنا من المعين المحمدي من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا مكافأته فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموا شكر الناس لا يقلل من شأن العبد بل يزيد وإذا قدمت الشكر لأحد على فعل صالح أو عمل طيب فإنه يصل إلى غاية وهي أن الإنسان لم يضيع ما قدم وما عمل أما إذا تعودت أن لا تشكر وأن تكون ناقما على كل شيء فإنك تملأ النفس بالبغض وتجعلها أنانية وهذا ما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أبعدتنا عنه الشريعة الغراء وإنما أمرنا المولى تبارك وتعالى أن نكون من أهل الشكر بل أن نكون من أهل المداومة على الشكر حتى تزيد النعم وحتى تبقى وتنمو بين أيدينا الشكر يورث البركة في المال وفي العلم وفي كل شيء وشكر الله تبارك وتعالى يقتضي أن ننزل في حياتنا بمعاني الشكر من المعاني اللفظية إلى المعاني العملية أو من شكر الإنسان لشكر المعنى وهو شكر الله تعالى أن خلقنا وأن جعلنا مسلمين وأن نحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة سيدنا رسول الله الحمد لله والشكر لله أن جعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم